موسيقى مشاهدين اهلا وزهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة تونسنا بمناسبة احياء الذكرى الاولى لاختيال الشهيد شكري بالعيد انتظمت اليوم تظاهرة حضرها عديد الاطراف السياسية وشاركت فيها مكونات المجتمع المدني والمواطنين مناسبة عبرت خلالها زوجة الشهيد بسم الخلفاوي عن رفضها لجثة القفغاضي كهدية لعائلة الشهيد بالورود جاءوا محمالين وبكشف الحقيقية مطالبين هم مواطنون عاديون ومكونات مجتمع مدني وبعض من الاطراف السياسية هكذا كان المشهد اليوم صباحا امام منزل الشهيد شكري بالعيد نحن كجمعية توصيل محامين الشبان وقفنا اليوم وجينا باش نحيو الذكرى هذه كان شكري بالعيد معناها الاستاذ كان من ابرز المحامين المدافعين على الحقوق الحريات والقضايا العادلة في المحامات نحن حارسين كل الحرص على اساس انه نتوصل الى اماطة اللي ثام على كل الخفايا هذه الجريمة السياسية النكراء وتنكشف الحقيقة بدون اي مواربة عملية رواد ليست خطوة في طريق كشف الحقيقة ولو كانت كذلك لا تم ليبقاء على عناصر الارهابية احياء هذا ما اكده كل من رئيسة جمعية المبادرة من اجل كشف حقيقة اغتيال الشهدين الابراهمي وبالعيد نازي هرجيبة وامن عام حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد زياد لخفر انا لا اعتقد انها لفائدة الحقيقة لانها لو كانت كذلك لبقي لنا من هذه العملية من يمكن ان يقول هذه الحقيقة اذا كان خطوة جبية كنا نريد ان يتم القبض عليهم احياء يعطيوا اكثر تفاصيل واكثر دقائق اما وانه لم يتمكنوا من ذلك فانه يصبح لامر اخر وتعليقا على اهداء وزارة الداخلية لجدسة القذقاض لعائلة الشهيد شكري بالعيد عبرت ارملة بالعيد بسمة الخلفاوية عن رفضها لهذه الهدية اللي قال وهديلي الجثة القذقاضي نقول وراه هذا لا انساني ما انت ما يجيش نهدي وجثة الشخص محروق من قتلين شخص عزيز علي وما تتهديش الجثة ولا في عادتنا ولا في تقاليدنا ولا في اسلامنا ولا في عروبتنا ولا في اليوم ولا في ثقافتنا المتفتحة على ثقافات الاخرى مستنسين نهدي وجثة تظاهرة تخلى لها تنظيم حملة للتبرع بالدم بتنظيم بنك الدم على ان تختتم مساء بتظاهرة بالشموع وعرض موسيقي شبابي وفي ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد بمناسبة احياء الذكرى الاولى لاختياله طلبت الهيئة بتحجير السفر عن العديد من القيادات بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الاسبق علي العريض وكانت قد تقدمت هيئة الدفاع باسم عائلة بالعيد يوم امس بشكاية الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي ستحيلها بدورها الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان احتجاجا على اخفاء الاختبارات الباليستية وعدم امتثال قيادات امنية للتحقيق معتبرين ذلك جريمة دولة حسب قولهم طالبت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم حول مستجدات ملف الاغتيال بتحجير السفر عن عديد القيادات الامنية على رأسها علي العريض ورطف بن جدو اجراء رأت هيئة الدفاع انه دليل واضح على اثبات ان الاغتيال جريمة دولة المشتكى بهم على رأس الموزاء وزيري الداخلية وبعض القيادات الامنية العبرة بانه احنا اذا عملنا شكاية هذه لدى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب فقط بش نقوله اليوم مثبت الي هي جريمة الدولة غياب العزيمة السياسية على كشف الضالعين في مقتل شكري بالعيد خاصة من خلاله اخفاء الاختبارات الباليستية وعدم امتثال قيادات امنية للتحقيق كان السبب الرئيسي في توجيه دعوة قضائية من قبل هيئة الدفاع باسم عائلة الشهيد شكري بالعيد الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي ستحر الملف الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان هذا ما اكده العضو في هيئة الدفاع مختار الطريفية توجت هذه الشكاية منذ البارحة انطلاقا من القناعة اللي وصلتها هيئة الدفاع والوصلتها العائلة وانه هناك بطء غير معقول وغير معهود ومتعمد في البحث على الحقيقة في ملف اغتيال الشهيد شكري بالعيد وانه القضاء التونسي قد يكون غير قادر بحكم ما يصلت عليه من ضغوط وربما بحكم عدم مسكه بكل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية لكشف الحقيقة وانه يوصل الى نهاية ابحاثه كما اكد العضو في هيئة الدفاع مختار الطريفية ان هيئة الدفاع ستتجه الى مجلس حقوق الانسان وبالتحديد الى المفوضية العليا لحقوق الانسان لتعيين مقرر خاص لاستعمال المواثيق الدولية لخدمة القضية كذلك سنتجه الى المجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان للمطالبة بتعيين مقرر خاص من المؤكد أن طريقة التعامل مع ملفات الاغتيال ستشهد تغييرا في طريقة الطاعات معها خاصة بعد التوجه نحو تدويل قضية اغتيال شكر بالعيد على أمل أن تنجح الأطراف الدولية في كشف حقيقة الظلعين في عملية الاغتيال قرر رئيس الجمهورية المؤقتة المنصف المرزوق جعل يوم السادس من فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي حسب ما ورد في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية اليوم وجاء هذا القرار حسب ما نص عليه البيان اعتبارا لما يشكل العنف السياسي من خطر جسيم على مستقبل التعايش بين مكونات المجتمع التونسي وعمل تهديد للتجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا فضلا عن كونه ممنوعا بالقانون ومخالفا لروح دستور الجمهورية الثانية واعتبارا لما عانته بلدنا من ويلات العنف السياسي في تاريخها المعاصر الوفاء لشكر بالعيد ولمبادئه ولمواقفه هذا ما اكده عدد من السياسيين خلال حضورهم ليلة امس بساحة شهيد شكر بالعيد بمناسبة احياء الذكرى الاولى لوفاته مؤكدين تمسكهم بالكشف عن حقيقة وملابسات اختياله بساحة الشهيد شكر بالعيد المحاذية لمنزله تجمع عدد من المواطنين لينيروا المكان بضوء شموع احياء للذكرى الاولى لوفات الشهيد ذكره مبادئه ومواقفه ستظل راسخة في ذاكرة التونسيين هو ما اكده رفاقه السياسيون التونسيين اللي معناها نقول لهم توحدوا تاكفر تونس وسيط الشهيد شكر بالعيد يزمن ان ناكفر تونس باش ما تكونش مبين الاياد الظلامية التي تريد ان ترجع بتونس الوراء التي لا تحب لتونس التقدم على طريق الديمقراطية وعلى طريق الدولة العصرية احياء الذكرى الاولى لوفاته اعتبرها بعض السياسيون وفاء لروحه وتأكيدا على انه لن يهنأ لهم بال الا بعد الكشف عن الحقيقة والاطراف التي وقفت وراء عملية اغتياله نحن نعتبر انه مصار كشف الحقيقة ما زال لابد ان تفكر كل الحلقات انتاعه وهي الحلقة الاولى لتبدأ بمن دبر لهذا من امر بهذا من قرر سياسيا باغتياله ثم من تستر على هؤلاء هؤلاء بمعنى انه كل المصار الديمقراطي الان يبقى محفوف بالمخاطر ما لم يقع الكشف عن حقيقة الاغتيال كان اغتيال الشهيد شكري بالعيد او اغتيال الشهيد محمد البرام يا فلادي ما نسلم فيه ما لي عمري نفدي جدوى نشبع ما تنيسي اشهد رئيس الحكومة مهدي جيم على دا زيارته لثكنة الحرس الوطني بالعوينة صحبة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ووزير الداخلية لطفي بن جدو والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن الوطني رضا صفر اشهد بجهود الوحدات الامنية في التصدي للارهاب معتبرا ان القضاء على المجموعة الارهابية برواد هي ضربة موجعة للارهابيين التصدي للارهاب بكل اشكاله واشتثاثه من جذوره لضمان استقرار البلاد هو ما اكده رئيس الحكومة مهدي جمعة لدى زيارته الى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة صحبة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ووزير الداخلية لطفي بن جدو والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن رضا صفر احب ان نترحم على روح الشهيد العاطف وكل الشهداء من الامنيين والعسكريين الحرس وكل الشهداء لسقطه مدنيين وسياسيين في هذه المعركة ضد الارهاب بش الامور تبدو واضحة انا اتذكر وقت اللي تلاقيت بيهم نهار اثنين هاي يوم العامليات نهار اثنين الصباح احكينا على امكانيات وعلى خططه سألتم سؤال واحد قلت لهم هل فيها عقيدة هل الولاد ولادنا الامنيين الحرس العسكريين عندهم عقيدة عقيدة هزم ونقل الرعب للكون الينفاس قالوا يبي قلت لهم بل عقيدة متعكم والارادة السياسية الارهاب ما عاش عنده مكان في البلاد هذي مهدي جمعة اكد ان القضاء على مجموعة الارهابيين بحادثة رواد هي ضربة موجعة للارهابيين مشيدا بجهود الوحدات الامنية في التصديل الارهاب المساج واضح الارهاب ما عندوش حتى بقعك شفتوا عنا ولاد شجعان مقررين شخصيوا عليه لانه عنا مشروع مجتمعي نحب ندافع عليه عنا نمط مجتمعي نحب ندافع عليه والتوانس الكل ان شاء الله صف واحد في مواجهة الافا هذه نحن معنا ديما في المواجهة في الارهاب ونحن نكون ان شاء الله نحن ندرع للوطن الهذايا وشوكا في حلق الارهابيين ونحن نمشي ونحن القاومة نحن قدام ونحن من وخروج لان تونس هذه هي مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع وتأتي هذه الزيارة على اثر انتهاء عملية رواد التي تمكنت خلالها الوحدة الامنية من القضاء على مجموعة ارهابية خطيرة نفذ اليوم اعوان شركة اتصالات تونس المنظوين تحت الجامعة العامة للبريد والاتصالات في اتحاد الشغل وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني التأسيسي تنديدا بتمرير الحكومة المتخلية مشروع قانون لتسريح 50% من العاملين بالشركة الى المجلس المصادق عليها تقديم مشروع قانون لتسريح 50% من العاملين بشركة اتصالات تونس اعتبرته الجامعة العامة للبريد والاتصالات المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعا عن الاتفاق الممضى بتاريخ 9 فيفري 2011 والذي ينص على الغائب مند التسريح الذي اعده النظام السابق ووقع احياؤه من طرف الحكومة المتخلية نحن نعتبر ان تقديم مشروع هذا يدخل تحت خانة التراجعات وضرب مصداقية الطرف النقابي ونحن لا نسمح بالتراجع وضرب مصداقيتنا ونعتبره هذا خط احمر اللي باش يشري 16% يفرض عليهم انك سرح الاعوان يعني خرجهم يعني حيلهم على الروتريت هذي كالخبرات متاعنا اللي احنا كوناها من اتصالات تونس اللي دفعنا عليها فلوس والكل من مال تونس يحبوا يخرجوهم على التقاعد ويصفيوا الشركة باش يجموا يبيعوها باغلى الاثمان هذا وقد طالب اعوان شركة اتصالات تونس الحكومة الجديدة باسترجاع سيادة الدولة عبر تنقيح العقد التأسيسي للشركة وإلغاء كل البنود المكبلة لاتصالات تونس ضمن اتفاقيات الشراكة نتالبوا بان يقع اول حاجة تخريج الشركة هذه الاماراتي اللي من هارتلي تخلت اتصالة تونس وهي بالتوالي لكن يتمر المشروع هذه مؤسسة وطنية بحجم اتصالة تونس اللي هي الوبراتوري السنوريك تموت ندعو المجل تأسيسي تحمل مسؤولياته واحترام الاتفاقيات المبرمة مع الاتحادة عام تونس الشعور اتصالات تونس مؤسسة اقتصادية هامة بالبلاد لكن كثرة المشاكل التي تعاني منها من جأنها أن تساهم في الاطاحة بالشركة والتأثير سلبا على الاقتصاد التونسي طالب المتمتعون بالعفو التشريعي العام خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية بإقالة رئيس لجنة النزاعات في وزارة التربية عبد الرؤوف القسطنطيني متهمين هذا الأخير بتعطيل ملفاتهم وإتلفها لا تزال وضعية المتمتعون بالعفو التشريعي العام على حالها خاصة بعد اتلف وتعطيل ملفاتهم في وزارة التربية من قبل رئيس لجنة النزاعات وأسلاح المصاري في الوزارة عبد الرؤوف القسطنطيني مطلب لوزير التربية مطلب لرئاس الحكومة أن توقيل السيد هذا عبد الرؤوف القسطنطيني اللي هو اللي عطلنا في الملف إحادة بناء المصار الوظيفي هي أحد أهم المطالب التي نادوا بها المعتصمين اليوم خاصة وأن راتب الأستاذ المتقاعدي تقدر ب138 دينار فقط أستاذ بلبي أستاذ متقاعد يأخذ في 138 دينار هذه شهرين أستاذ متقاعد الناس نرجع تخدم بالشهرية القديمة باللسلون القديمة نحب أن ننظرونها بزمالي أنا أخدم المعام فردعام أنا أخذ في شهرين 900 ألف وغيرا يأخذ 900 دينار أنا أحب التنظير ما نستهل باستاذ ناردنا الزيادة في الشهرين لستهل التنظير مصنح تنظيرنا بزملاء أن يتخلم عام فرد عام ويخدم ناخذ تقاعدة ونأخذ Öolných 10 دينار هذا ليس ومحول الدخول في إضراب جوع وحشي الدخول في حال عدم الأسجابة لمطالبهم الأساسية خاصة وأن هناك حسابات سياسية كبيرة داخل وزارة التربية لجانب وجود مراكز فساد داخلها للتلاعب بملفاتهم حسب ما أكدوها في إضراب جوع وحشي أنا أعتقد عنه اعتقاد جازم أن وزارة التربية أصبحت تسام وهناك حسابات سياسية داخل وزارة التربية وحسابات داخل مراكز فاسية داخل وزارة التربية نحن نوجه نداء إلى الشعب التونسي لم يتدارك هذه المجموعة فستحص الكارثة في وزارة التربية وهم يعلمون ما معنى الكارثة وقلنا هل ما هي الكارثة ويعرفون ما معنى راوف القسنطين وكامل السيد يعرفون ما معنى الكارثة بشتحص في وزارة التربية في حال عدم تسوية مصارهم الوظيفي فأنهم سيغيرون أشكال الاعتصاب وسيدخلون في إذراب جوع وحشي تتحمل الوزارة عقباها في صفحتنا العالمية أثار فشل دمشق للمرة الثانية في الالتزام بمواعيدها لنقل جميع المواد الكيميوية ذات الأولوية الثانية مع انتهاء المهلة المحددة بالخامس من فيفري الجاري وذلك لسوء الظروف الأمنية أثار قلقا دوليا وردود فعل مدبين بين نقد ومبرر اعتراف منظمة حذر الأسلحة الكيميوية بتبرير المخاطر الأمنية التي أعربت عنها دمشق والمتمثلة في التهديد المحتمل بأن يشن مقاتل المعارضة هجمات أثناء نقل الأسلحة إلى خارج سوريا كسبب لتأخرها في الالتزام بمواعيدها تبرير لم يعفي سوريا من اتهامها بالمماطلة وبعدم الالتزام بمسؤوليتها للمرة الثانية على التوالي وفي ذل هذه الاتهامات عبرت واشنطن عن عدم قبولها بهذا التبرير في المقابل استبعدت على اللساني الناطق باسم البيت الأبيض انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي بسبب التأخر في نقل الترسانة الكيميوية السورية خارج سوريا وفيما قللت موسكو من تبعات تأخر دمشق في تسليم سلاحها الكيميوية أعرب رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كامرون عن قلقه من تباتؤ عمليات تدمير الأسلحة الكيميوية السورية مشددا على أن بلاده ستستمر في الضغط على كل الأطراف المعنية لإكمال تلك العمالية في المقابل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون اليوم عن ثقته في التزام سوريا بالمهلة المحددة للتخلص من أسلحتها الكيميوية بالكامل التي تنتهي في الثلاثين من جوان القادم بمجابي خطة روسية أمريكية مبينا أن العملية تتحرك بسلاسة رغم أن هناك قدر من التأخير وكانت سوريا قد فوتت المهلة المحددة لتسليم مخزونها من الأسلحة الكيميوية بحلول الخامس من فيفري الجاري ما أثار مخاوفا من أن لا تتمكن من تنفيذ الخطة التي جنبتها هجوما ساروخيا محتملا تقوده الولايات المتحدة شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم سلسلة من الانفجارات لسبع سيارات مفخخة ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح نحو ثلاثين أخرين ووقعت التفجيرات بصورة متزامنة خلال ساعة واحدة خلال منتصف نهار اليوم مستهدفة أسواق وتجمعات بحسب مصادر أمنية وطبية في المقابل سيطرت قوات الجيش والشرطة على وسط مدينة الرمادي بينما استمرت مدفعية الجيش في قصف أحد أحياء الفلوجة بهذا الخبر المشاهدين نصل لختم نشرتنا نلقاكم في موعد إخبارية اللاحقة اشتركوا في القناة